بكتب من زمان دي أول رواية منشورة بالنسبالي بس مش أول مؤلف ليا كمؤلفات أنا كاتب الحمد لله سيناريوهات كتير أفلام مسلسلات مصرحيات ودي أول رواية بقى مكروعة إن شاء الله بإذن الله أنت كنت هتقدمها عمل سينمائي ياسر هي ما زالت عمل سينمائي أنا كاتبها في البداية أصلا كسيناريو فيلم وفيلم كنت يعني الحمد لله بتحدى به بيتكلم عن إيه الرواية نفسها مش عايز تحرقها مش عايز أحرقها ندعرف أنا كده طب الخطوط الرئيسية يعني خطوط بسيطة هو أنا ممكن أدي بس نبزة كده مش عايزين نحرقها طبعا بس أقول نبزة بسيطة أقول نبزة إن الرواية دي تحديدا فيها جزء من الواقع يعني هي من حاجة حصلت فعلا في الواقع وحصلت لي أنا وزوجتي الفنانة رشا سامي يعني حالة أنت عاشتها أنت وزوجة هاتك لين لين واحد من الرواية دي خط واحد؟ أه لين حصل لنا في ظرف الماء في وقت الماء برضو استوحيت منه فكرة عمل رواية يبقى هايل إن شاء الله وفيلم واحد ومرشح للعمل كسينما مين يكون بطل الرواية؟ هو كان بطل الرواية وبطلة الرواية على اعتبار أن ده كان جزء من قصتنا كان أنا وزوجتي أنا في البداية كنت كاتبه كده ولما دخلت بقى سوء الانتاج الانتاج اختلف الوضع؟ اختلف لأن لا هو ما اختلفش على حاجة وما زال قائم الفكرة أنه ممكن ده يحصل يعني لأنه البطل هنا السيناريو السيناريو والحوار الموضوع نفسه الموضوع نفسه بالضبط كده والحمد لله احنا برضو عندنا خبرة تمثيلية ولينا برضو الحمد لله جمهور وانا قمت بأكتر من بطولة الحمد لله قبل كده فلما الفيلم انا بيعه اصلا من فترة كبيرة حولت الرواية وكان عندي اقتراح انه ينزل كرواية أثناء عرضه في دور السينما يعني انت دلوقتي عملت العكس يعني عملت الموضوع مختلف طبعا فهتلاقيها تعتبر رواية سينمائية سهل انك انت تحوله لعمل سينمائي؟ لا طبعا ومش سهل بس هو تكنيك يعني حتى الموضوع اعتبره احترافية زي فكرة التمثيل لما تاني ممثل مصرحي او ممثل سينمائي او ممثل تلفزيوني لا هو التمثيل واحد بس هو فرق التكنيك انت وانت بتمثل على مصرح بيبقى لك تقنيات معينة كارزمة مختلفة طبعا اه فالحمد لله انا كمؤلف اقدر اخش من هنا الهنا فانا حولت العمل السينمائي لجزء قدبي كده مقروع يعني الحمد لله اشتركوا في القناة